بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدهة التاريخ الصف الثالث أبناء الطلاب والطالبات أولا طريقة امتحان الشهادة السودانية أولا الأسئلة الموضوعية والأسئلة الموضوعية أولا التصويب يعني علامة صواب وعلامة خطأ هذا الجزء الأول اثنين الإكمال أكمل أماكن الشهرة ثلاثة رتب الغايمة ألف مع الغايمة بأ أربعة أجب باختصار أجب باختصار ثم المغالات الغصيرة والمغالات الطويل على المغالات الغصيرة تتكون من أربعة من الأربعة وحدات الوحدة الأولى وحدة المهدية مغالة غصيرة وحدة الحكم السناي مغالة غصيرة وحدة الحكم الدولة العثمانية مغالة غصيرة وحدة وحركات تحرر وحدة هذه بـ 20 درجة أما المغالات الطويلة اللي هي مغالتين من الأربعة وحدات طيب أولا هتكلم عن الوحدة الأولى وحدة المهدية وحدة المهدية هتكلم عنها بـ وحدة المهدية أولا حتكلم عن وركز في البيت أسباب وغيام الثورة المهدية أسباب وغيام الثورة المهدية ثم تكلم عن وغاية كلمة وغاية عن معارك وغاية الثورة المهدية وركز معاه في الوغاية ديك مهمة جدا تركز على كويس معارك الجزيرة عبا راشد بيك أيمن الشلالي الأبيض تحرير الخرطوم هذا ما يتعلق بالمهدي انت خاشي امتحان الشهادة ان شاء الله بإذن الله تركز على وغاية اللي هي دولة المهدية المعارك كلها بدون استثناء ثم أجري عهد الخليفة عبد الله التعيش وعهد الخليفة عبد الله التعيشي أركز ثم أركز على سياسة الداخلية سياسة الداخلية وسياسة الخارجية وسياسة الخارجية سياسة الداخلية اللي هو الصراع بين الخليفة عبد الله والأشراف ركز الصراع بين الخليفة عبد الله والأشراف ثم سياسة الخارجية اللي هي غزو مصر والحبشة وأركز أكتر في الحبشة أكتر من مصر ثم أتكلم عن الإدارة وأركز الإدارة أكتر تكراراً في امتحان الشهادة السودانية أتكلم عن الجيش العمالات لو رجعت الامتحان الشهادة السودانية كلها بزات في المفيد بالغاية تركز على اللي هي الإدارة الإدارة دي في عهد الخليفة عبد الله التعايشي بتشمل الجيش العمالات المالية المواردة الاقتصابية ثم الإدارة في عهد الخليفة يبقى تلما يتعلق ب عهد أو الوحدة الأولى أحد كلب عنه أقولنا بإجاز عندك المعارك خاشي امتحان الشهادة السودانية إن شاء الله تركز على المعارك معارك المهدي اللي هي بتبتدن من الجزيرة أبا حتى تحرير الخرطوم ثم أنتغل بعد ذلك إلى عهد الخليفة عبد الله التعايش وأركز في عهد الخليفة عبد الله على سياسة الداخلية اللي هي الصراع بين الخليفة عبد الله والأشراف ثم أتحدث عن سياسة الداخلية وسياسة الخارجية ثم الإدارة وأركز على الإدارة الجيش العمالات المالية دي كلها أو إدارة في عهد والمواردة الاقتصادية نمشي حصد التركيز في الحكمة السوناية والحكمة السوناية دلكت الفهم في امتحان الشهارة السودانية 35% نركز على الأسئلة دي على السؤال الأول حسب الترتيب بتاع امتحان الشهارة السودانية اللي هو عندنا المرة واحد عندك التصويب السؤال الثاني أرسم دائرة قال أسفر مؤتمر الخريجين ركز معي كويس في السؤال دي أسفر مؤتمر الخريجين العام عن وجهه السياسي بشكل واضح في خلال مذكرة الخريجين للحكومة والمطارب استغلال السودان ولتأمين مشروع الجزيرة تاني أسفر مؤتمر الخريجين عن وجهه السياسي بشكل واضح في خلال مذكرة الخريجين للحكومة سيد 42 وللمطالبة باستغلال السودان أو تأمين مشروع الجزيرة الإجابة طوار جماعة نقول في مذكرة مؤتمر الخريجين سنة أبزو 142 التي من أهدافه المطارب استغلال السودان وتأمين مشروع الجزيرة وحرية التجارة ووحدة السودان يبقى الإجابة واضحة جدا في مذكرة الخريجين للحكومة السؤال التاني أغامك الحكومة أول مشروع تجريبي ثاني أغامة الحكومة أول مشروع تجريبي لزراعة القطن طويلة في السودان هل في منطقة والدنور ولا الزيداب ولا بركات ولا مشروع الجزيرة نقول يا جماعة في منطقة الزيداب يا جماعة الناس لا زال بتوقع بأن مشروع الجزيرة هو المشروع الأول نقول الإجابة خطأ يبقى أول مشروع هو مشروع الزيداب أول مشروع للغطن في السودان والسبب شنا جماعة السبب أنه الغطن كان بزراع في مصر ومصر غسير شنو التيلة بسبب الظروف تدهورات زراعة الغطن في مصر البديل لمصر كان هو السودان وكان الغطن طويل شنو التيلة يبقى نجود الإجابة أول مشروع تجريبي للسودان في منطقة الزيداب رغم ثلاثة تكونت أول حكومة وطنية في السودان بعد انتخابات برئاسة الف سعومية ثلاثة وخمسين هل محمد أحمد محجوب؟ والعب الله خليل؟ ولا إسماعيل الأسهري؟ طيب الإجابة النسبة للطلاب وعطى إسماعيل الأسهري أول من كون حكومة وطنية في السودان برئاسة إسماعيل الأسهري نشوف السؤال البعض قال خلال الفترة ركز معي كويس وافهم ويستعب طريقة السؤال خلال الفترة من 1900 إلى 1923 شغل منصب السكرتير المالي هل هو روبرت هاو؟ ولا برنانديد المالتي؟ ولا جيميس كري؟ بقول الإجابة برنانديد المالتي أول من شغل وظيفة السكرتير المالي السؤال الرامي خمس في عام أبس 148 ركز معي كويس في عام أبس 148 انتخبت الجمعية التشريعية رئيسا لها هل هو السيد إسماعيل الأسهري؟ ولا إبراهيم أحمد؟ ولا عبد الله خليل؟ نقول الإجابة عبد الله خليل وجاء في انتحال الشهادة قال لي من هو رئيس الجمعية التشريعية؟ نقول عبد الله خليل قال لي مما تكونتها؟ الجمعية التشريعية نقول تكونت بـ 52 عضو وـ 18 وـ 52 عضو من المدريات الشمالية ولا حد ما يصل عدد 75 هل بهمنا؟ الأسئلة الموضوعية الرئيس عبد الله خليل تكونت عام 1948 سؤال رغم 6 قال الجمعية الأدبية التي نادى مؤسسيها بالوحدة مع مصر ركز الجمعية الأدبية التي نادى مؤسسيها بالوحدة مع مصر والتي اهتمت بالجانب السغافي واحس دار الجانب السغافي هل هي الفجر؟ ولا الأبرافين؟ ولا الأشقاء؟ نقول جمعية الأبرافين الأبرافين من هم الأبرافين؟ أبناء الموردة أبناء الموردة حسن حسين الكت خدر حمد حمد توفيق ودير يهتم بالجانب السغافي اللي هو يهتم بالجانب السغافي وهم من خرجي كلية غردون عرفوا بالأفندية والأفندية يعني المسغفين السودانيين طيب السؤال البعد رغم سبعة ركس وأفهم أول رئيس لتحرير صحيفة حضارة السودان طبعا حضارة السودان أول صحيفة في السودان مؤسسة هل هو عرفات محمد عبد الله ولا حسين شريف نقول الإجابة حسين شريف طيب عرفات محمد عبد الله مؤسس مجلة الفجر يبقى عندنا مجلة الفجر مؤسسة عرفات محمد عبد الله أما حسين شريف اللي هو رئيس تحرير جريد حضارة السودان أول صحيفة في السودان وما هي أجباب هذه الصحيفة ليه الصحيفة دي يعني كان مؤسسة حسين شريف لأن العملاء أو السودانيين وعملاء مصر قالوا بأن زعماء الغبايا بالذات اللي هو المهدي والمرغني دير بيعتبروا عملاء لبريطانيا فحسين شريف أصدر هذه الصحيفة يدافع عن المهدي وحسين شريف وشريف الهندي طيب ركزت السياسة البريطانية على فصل جنوبة عن الشمال بلا ركز معي كويس وركز معي في السياسة البريطانية أول حاجة بالنسبة للحكمة السوناية بابتدي باتفاقية خلي بارك كويس اتفاقية الحكمة السوناية دي الدرس الأول واتفاقية الحكمة السوناية جاءت في امتحان الشهاد السوناية مرة واحدة اتنين عنده سياسة يسمى سياسة وينجد والتي اتنين جاء في 2008 دي المغالة رغم اتنين والمغالة رغم ثلاثة اللي بركز على حسها اللي هي السياسة السياسة البريطانية نحو جنوب السودان والسياسة دي جماعة فيها 1999 إلى 1918 أو 1918 ما يفرين ومن 1919 إلى 1947 ومن سنة 1947 إلى 1955 بالله يخلي بالك دي اكتر تكرارا في امتحانة الشهاد السودانية السياسة البريطانية أنه الجنوب السودان دي مرحلة هو لبراء ودي مرحلة ثانية ودي مرحلة ثالثة لو رجعت الامتحانة سياسة تلقاها متكررة مرة لا يقاب لها الأولى لا يقاب لها الثانية لا يقاب لها الثالثة اكتر developments متمر جوبا متمر متم متمر جوبا عام 1947 وهو ايضا في المرحلة الثالثة يبقى معناتها أنا خاش іouter امتحانة شهادة دي السياسة البريطانية أركز على كثير طيب بعده عندها حيث يسمى السياسة التعليمية في جنوب يبقى يفرق بين السياسة التعليمية والسياسة البريطانية نحو جنوب شنو السودان طيب فضلنا بعد كده أهم حاجة بالنسبة لنا اللي هي المؤسسات الدستورية في فترة الحكم السناي والمؤسسات الدستورية في فترة الحكم السناي فيها الجمعية التشريعية وفيها المجلس التشريعي لشمال السودان ثاني عنده التطورات التطورات الاقتصادية والتطورات الاجتماعية في فترة الحكم السنائي ده طبعا الجزء الثاني من الحكم السنائي والجزء الاخير وتركز على كويس اللي هي بيسميها الحركة الوطنية السودانية لاحظ الحركة الوطنية السودانية من 1299 إلى 1553 مر بخمسة مراحل 1299 إلى 1118 هذا لا بالك كويس المغاومة الغبلية والدينية خلي بالك الإغليمية والتاني من 1118 إلى 1224 فيها المؤسسات الداخلية والخارجية وشعار السودان للسودانيين وجمعية الاتحاد السوداني واللواء الأبيض والنشاط السياسي تركز على الجزء الويس اللي هي النشاط السياسي وجمعية اللواء الأبيض وجمعية الاتحاد السوداني وفيها من سنة 1225 إلى 137 تدهور الحركة الوطنية اللي هي السياسة الجوم مفي والجمعيات الأدبية إن تخلش امتحان الشهادة تكون حافظة جماعة الأدبية والمرحلة البعدة وأركز على كويس من 38 إلى 1445 وهم حاجة فيها جماعة مؤتمر الخبرجين الفكرة المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة وآخر مرحلة من 1445 إلى 1553 ظهور الأحزاب السياسية اللي هي الأحزاب الاتحادية والأحزاب الاستغلالية والمنظمات الفاوية والأحزاب الأخرى والتطورات التي أدت إلى اتفاقية الحكم الزاتي الزاتي يبقى ديها ملخص سريع للمغالات أو الدروس الموجودة في فترة الحكم السناي طيب نواصل الجزئية بتاعتنا عشان اللي هو السؤال الرغمي تمانية ركزت السياسة البريطانية على فصل جربة عن شمال أكثر مرحلة في المرحلة الثانية اللي هي من 19 ل47 طيب المدينة السودانية التي شهدت تطور الحركة العمالية هل هي الخرطوب ولا عطبرة ولا عدمزني نقول يا جماعة عطبرة مدينة عطبرة أول حركة للعمال في السودان السؤال البعد وجد تدريب المعلمين دفع غوية بإنشاء معهة بغت الرضا بالغرب من الدوام عام أبزمية أربعة وثلاثين ولا تلاهو ثلاثين ولا خمسة وربعين نقول أبزمية أربعة وثلاثين أبزمية أربعة وثلاثين شوف السؤال البعد أول رئيس للمنطم الأخريين في بابراير أربعة وثلاثين هو السيد إسماعيل لسهري يحيى الفضلي إبراهيم أحمد يبقى رئيس مؤتمر الخريين لاحظ معي رئيس مؤتمر الخريين في بابراير قال الرئيس قاله جماعة اسمه إبراهيم أحمد هنا جماعة ملخبا إسماعيل لسهري الرئيس مؤتمر الخريين إبراهيم أحمد أما إسماعيل لسهري واصل إن شاء الله بعد الفاصل بس قبل من واصل تركز نحن واكفين فيه الحركة الوطنية السودانية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل الفاصل كنا فيه السؤال الرغم 12 سؤال الرغم 13 قال لك أكثر الأحزاب السياسية لاحظ معي كويس أكثر الأحزاب السياسية تطرفاً مع مص هل هو حزب الاتحاديين ولا حزب وادي النيل ولا حزب الأشقاء ركز معي كويس أكثر الأحزاب السياسية تطرفاً مع مص هل هو حزب الاتحاديين ولا حزب وادي النيل ولا حزب الأشقاء نقول حزب وادي النيل لماذا؟ لأن حزب وادي النيل مؤسسه الدرديري الديرديري أحمد إسماعيل ونادى بالوحدة المطلقة أي الوحدة الأبدية عشان كنا يعتبر أكثر تطرفاً مع مصر اللي هو حزب واد النيل وصحيفته اسمه الحقيقة صحيفته اسمه الحقيقة ونشأ هذا الحزب عام 1945 اسمه حزب واد النيل مأسسه الديرديري 14 انضم حزب الأشقاء لاحظ معي سؤال دجل في الامتحانات كثير جداً انضم حزب الأشقاء أوائل الخمسينات يعني في عام 150 إلى جناحين يعني جسمين أحدهما بغيادة إسماعيل لسهري الرئيس هنا إسماعيل لسهري جانا هنا والآخر بغيادة الشيخ علي عبد الرحمن ولا محمد نور الدين ولا مرغني حمزة تاني بليركز معي في سؤال ده كويس قال انضم حزب الأشقاء في أوائل الخمسينات إلى جناحين أحدهما بغيادة إسماعيل لسهري والآخر بغيادة الشيخ علي عبد الرحمن ولا محمد نور الدين ولا مرغني حمزة نقول إجابة محمد نور الدين يبقى الإجابة محمد نور الدين السؤال البعض برضو فيه حبت يعني انكباه شوية كذا قال عمغت السياسة البريطانية تجاه دولة الجنوب الخلاف والتباعد بابناء الوطن الواحد ثاني سؤال ده جاء أكثر من مرة بطريقة مختلفة عمغت السياسة البريطانية تجاه دولة الجنوب الخلاف والتباعد بين أبناء الوطن الواحد للسودان هل هي واحد سياسة الوحدات الإدارية المستغلة ولا سوء المواصلات ولا جهود التبشير في مجال التعليم نقول الكل صحيح يبقى السؤال ده ممكن يجيب بطريقتين ده السؤال الأول جاء الطريقة دي عمغت السياسة البريطانية تجاه دولة الجنوب الخلاف والتباعد بين أبناء الوطن الواحد للسودان هل هو سياسة الوحدات الإدارية المستغلة ولا سوء المواصلات ولا جهود بالدال هنا التبشير في مجال التعليم نقول الكل صحيح ممكن يقول لي ما هي أسباب فشل السياسة البريطانية نحو جنوب شنو جماعة السودان يبقى نقول الإجابة اللي هو سوء المواصلات وجهود التبشير في مجال التعليم والسياسة الوحدات الإدارية المستغلة شوف السؤال الثاني قال السؤال الثاني أجيب باختصار ولما أقول ليه أجيب باختصار بدريكتين وطبعا في امتحان الشهادة زكرتريك جبير التصويب 12 درجة أجيب باختصار 12 درجة الغائمة علف مع الغائمة بقى 12 درجة أكمل الغائمة برضو الغائمة 12 درجة ودو كلها تعادل 60 درجة بيسمعها الأسية الموضوعية يبقى السؤال الأول هنا أول من شغل منصب مدير المعارف في الإدارة السنائية جماعة كلمة المعارف دي شنو؟ المعارف جماعة تعني وزارة التعليم أو وزارة التربية والتعليم والسؤال هذا جماعة جاء ثلاثة مرات مرة قال لي من هو مدير المعارف؟ السنة البعالة قال لي من هو مدير التعليم؟ يبقى الإجابة جيمس كري جيمس كري يبقى أول مدير للتعليم هو جيمس كري أو أول مدير للمعارف هو جيمس كري في فترة الإدارة السنائية السؤال الثاني يعتبر إنشاء نقط تطوراً هاماً للمؤسسات الدستورية في فترة الحكمة السناية ركز معك ويس يعتبر إنشاء نقط تطوراً هاماً للمؤسسات الدستورية في فترة الحكمة السناية كاتب ليه تاريخ 48؟ يبقى 48 معاته الجمعية التشريعية طيب إذا كانت جمعية تشريعية سنة 148 متى تكون المجلس التشريعي المجلس التشريعي ركز معا شوية المجلس التشريعي لشمال السودان هذا المجلس اسمه مجلس التشريعي لشمال السودان سنة 1943 تكون الاختراح اللي اخترحه منه؟ اخترح السكرتير الإداري اخترحه ليه؟ قال عشان تكون عنده سلطة مالية وسلطة إدارية ده الاختراح اتنين قال الإشراف الإشراف ركز معا كويس من الحاكم العام والمفتش العام والسكرتيروها الثلاث الكلام ده سنتأبز مياكم أربعة واربعين بعد ذلك نمشي للتكوين جف سؤال في إجابة أجيب باختصار مما يتكون المجلس التشريعي نقول 18 عضو 18 عضو يمثلوا المديريات الشمالية العدد أكم ستة طيب تمانية أعضاء يمثلوا وزارة الزراعة وزارة الاقتصاد ثاني اتنين أعضاء من الغرفة التجارية اتنين أعضاء من الغرفة التجارية اتنين ديوف شرف اللي هو المهدي معاهم لجماعة المرغني وعندنا يجتمع مرتين في العام ده السؤال جاء في امتحان الشهادة والتجريبي يريد تكلم مما يتكون المجلس التشريعي 18 عضو يمثلوا المديريات الشمالية العدد ستة تمانية أعضاء من الزراعة والاقتصاد واثنين الغرفة التجارية واثنين ضيوف شرف اللي هو عبد الرحمن المهدي وعايل المرغني ويتمع مرتين في العام هذا ما يتعلق بالمجلس التشريعي لشمال السودان أما الجمعية التشريعية واضحة تكونت جبيل زكرناع عام أبس 148 والرئيس بتاع عبد الله خليل تتكون من اتنين وخمسين عضو من المديريات الشمالية وعشر أعضاء حسب وظايفهم طيب نرجع للسؤال الثاني يبقى إنشاء الجمعية التشريعية تطورها للمؤسسة الدستورية اللي هو قلنا عام 48 السؤال البعض عرفة الأحزاب ركز معي كويس عرفة الأحزاب التي تؤمن بالروابط مع مص ما هي الأحزاب التي تؤمن بالروابط مع مص نقول الأحزاب الاتحادية إذا كان دي الأحزاب البائرة الروابط مع مص ما هي الأحزاب التي تطارب بالاستغلال التام لا دائرة مص لا دائرة بريطانية يبقى أن نقول واضح جدا يسمى الأحزاب الاستغلالية يبقى الأحزاب الاستغلالية عدد أربع والأحزاب الاتحادية عدد خمسة وفي النهاية انضمت للحزب الوطن الاتحاد وذي الأربع اللي هم الحزب الأمة وبالإضافة إلى الغوميون وجبها المعادة الاستعمار زايد اللي هي في النهاية انضم كله لحزب الأمة مع هذا الجبهة المعادة الاستعمار يبقى دير الأحزاب الاتحادية والأحزاب شنو؟ الاستغلالية نشوف سؤال رغم أربع شغل النقاط نقاط منصب الوزير المالي حددت تاريخ من الأفز عمية إلى الأفز عمية 23 نقول برناندد الماطي برناندد الماطي ده منصب وزير المالية في فدرة الحكم السناية افتتحت عام نقاط أول مدرسة في مدينة نقاط مؤسسة نقاط ركز معي كويس أول افتتحت سنة 1906 ركز معي 1906 أول مدرسة في مدينة رفاعة في مدينة رفاعة مؤسسة بابيكر بدري جماعة بابيكر بدري بابيكر بدري أول مدرسة للبنات خاصة سنة 1906 يبقى افتتحت سنة 1906 أول مدرسة في مدينة رفاعة مؤسسة بابيكر بدري عقدت اتفاقية نقاط مياه النيل جماعة اتفاق مياه النيل رغدت سنة 1929 بين أمنوب ومنوب بين بريطانيا ومص بكذا على السؤال ده كويس يبقى اتفاقية مياه النيل أنا هاخدتهم هنا شان نرجع لهم بعد شوية 1929 اتفاقية اتفاقية مياه النيل بين مص والسودان اللي هو سنة أبزا 29 أول اتفاقية لمياه النيل في عام لغة افتتحت كلية غردون التسكارية يبقى نقول عام 1902 يبقى هنا 1902 ركز معاي انشاء كلية غردون اذا كانت كلية غردون انشأت سنة 1902 يبقى نقول مدرسة كتشنر اياتا الطبية متى انشأت نقول انشأت سنة 1924 يبقى مدرسة كتشنر 1924 واما كلية غردون 1902 سؤال بعد لم تهتم الحكومة البريطانية بالتعليم في الجنوب لم تهتم لم تهتم الحكومة البريطانية بالتعليم في الجنوب فطركت الاجابة الارساليات الارساليات كلمة الارسالات يعني التبشير المسيحي بك ازماعي في السؤال الكويس جا في امتحال الولايات والتجريبي لم تهتم الحكومة البريطانية بالتعليم في الجنوب فتركت الارساليات والارسالات يعني التبشيريات المسيحي وغعت الأحزاب السودانية الأحزاب السودانية شعر شنو يمع السودان للسودانين السودان للسودانين طيب سنة 1200 تكون أول إضراب عمالي بالسودان تكون اتحاد عمال عمال السودان أول إضراب للعمال سنة 1200 بالسودان أعلن على دينار تأييده إلى بريطانيا عفوا أعلن على دينار تأييده لبريطانيا نقول لا أعلن تأييده إلى ألمانيا أبي حيث أركز على شوية في حربها ضد الحلفاء سنة 1901 عقدت اتفاقية بين بريطانيا وعلي دينار إنه يحكم باسم الحكومة البريطانية ويرفع العالمين البريطاني والمصري مغابل جزية محددة ليه 500 ده الاتفاق سنة 1901 بين الحكومة البريطانية وعلي دينار لكن حينما قامت الحرب العالمية الأولى علي دينار طوالي غير رايو ووقف مع ألمانيا ضد شنو بريطانيا يبقى لاحظ الحكومة دي هنا يبقى في البداية علي دينار الحكومة عمت معه اتفاقية سنة 2100 واحد على أن يرفع العالمين البريطاني والمصري ويدفع مبلغ 500 جنيه سنويا كلام يمين لكن حينما قامت الحرب العالمية الأولى أعلن علي دينار تأييده لألمانيا في حربها ضد منو الحلفاء ومن الحلفاء جمعها؟ بريطانيا فرنسا روسيا دا له حلفاء من سمين معسكر الأول أول صحيفة سودانية ذكرناها قبل هي صحيفة حضارة السودان هي حضارة السودان رئيس تحريرها حسين شريف يبقى أول جريدة سودانية رئيس تحريرها حسين شريف تكون الوفد الذي حمل عريضة الولاء لمص شوف عريضة الولاء لمص ركز في الحديد كويس واحد بكوّم من عبد الرحمن المهدي عبد الرحمن المهدي اثنين علي المرغني ثلاثة الشريف الهندي دا له عريضة الولاء لمص في انتصاره في الحرب العالمية الأولى دا له ما شؤيده مص الوفد الذي لم يسافر مكوّم من ثلاثة دا الوافقوا واحد المثقفين المثقفين هاتم السودانيين اثنين رجال الأعمال ثلاثة أبناء الجنوب جنوب السودان واحد سفريك هذا اسمه سافر الوفد سنة أبزه 114 يهني بريطانيا في انتصاره في الحرب العالمية الأولى مكوّم من عبد الرحمن المهدي علي المرغني الشريف الهندي الوفد الذي لم يسافر هم المثقفين السودانيين رجال الأعمال أبناء الجنوب طيب عندنا الوفد تاني قال هذا الوفد الذي سافر لتقديم عريضة ضد الحكومة البريطانية مكوّم من زين العابدين زين العابدين عبدالتام دا بمسك الجمعية اللواء اللبيض ومحمد المهدي ركز معه كويس محمد المهدي الخليفة عبدالله دا المالونة جماعة الخليفة عبدالله دا الوفد الذي حمل اللي هو عريضة جمعية اللواء الأبيض إلى وين إلى سعى الزغلول باعتبار دي جمعية اللواء الأبيض هذا الوفد مكوّم من شخصيتين الشخصية الأولى زين العابدين عبدالتام والشخصية الثانية محمد المهدي الخليفة عبدالله الحكومة أعدمت جمعية اللواء الأبيض واحد اسمه سابت عبدالرحيم خلي بارك معي في حيث تأدي سابت عبدالرحيم اثنين حسن فضل المولى أو المولى ثلاثة سليمان محمد ركز معي كويس جمعية اللواء الأبيض لما نقام بصورة أفزة 124 الحكومة أعدمت ثلاثة من غياداتها سابت عبدالرحيم حسن فضل المولى وسليمان محمد بينما نفية رئيس الجمعية وسيكريتيري عبيت حج الأمين وعلى عبداللطيف إلى واو في بحر الغزال طيب الذي استشهد في المستشفى العسكري هاللي بالك هو اسمه عبدالفضيل عبدالفضيل الماص بكز معي في المعنمات دي كويس جدا ثاني الوبدال الذي سافر إلى بريطاني سيد أفزة 19 مكون من عبدالرحمن المهدي علي المرغني الشريف الهندي الوفد الذي لم يسافر إلى بريطاني ضد النازل مكون من المستقفين السودانيين رجال أعمال أبناء الجنوب طيب الوفد الذي عمل حمل عريضة اللواء الأبيض مكون من زيل عبدالفضيل عبدالفضيل عبدالرحيم حسن فضل المولى سليمان محمد أما الذي استشهد في المستجفى العسكري هو عبدالفضيل الماص ركز معي في المعنمات دي تاني من هو رئيس جمعية الاتحاد السوداني نقول الرئيس هو جماعة عبيت حاجة الأمين ركز معي كويس عبيت حاجة الأمين لاحظ عبيت حاجة الأمين ده رئيس جمعية الاتحاد السوداني تكون سنة أفزي 120 طيب من هو رئيس وسيكيرتير جمعية اللواء يعته الأبيض نقول سيكيرتير اللواء على عبا اللطيف على عبا اللطيف والسيكيرتير حيكون هنا يجينا يتعد عبيت حاجة الأمين ركز وأفهم ويستوعب ما تلقبت لي جمعية الاتحاد السوداني تكون سنة أفزة 120 ومسيزة عبيت حاجة الأمين وتوفيق صالح جبريل والتماش أما جمعية اللواء الأبيض شمرة الجانبين السياسة والعسكري على عبا اللطيف ولدو عام 1299 أبوه من جبال النوبة وأمه من الدينكا تخرج سنة أفزة 114 من كلية الحربية ونال ميدالية الحاكم العام لأنه يتفوق في مدينة مدني وفي مدني كوان حاجة مهمة جدا يسمى اتحاد الغبائل السودانية ثم سنة أفزة 122 كتب في جريز سمى حضارة السودان مطارب الأمة السودانية المخابرات المصرية عرفته والبريطانية مع أنه المغال لم ينشر تب الغبب عليه وخرج بعد عام يعني بعد سنة واحدة أفزة 123 وسنة 1224 كوان يمية اللواء الأبيض وشعار علم أبيض معاه عبيد حاجة الأمين بمسل الجانب السياسي وعلى عبا اللطيف بمسل الجانب العسكري ميز وأفهم فريق عبيد حاجة الأمين كوان يمية جمعية الاتحادة السودانية أما جمعية نادخ ريال مدارس تكون لسه بأزم يكم 18 اللواء على عبا اللطيف ده سكرتير جمعات الأبيض عبيد حاجة الأمين ده هو السكرتير نمشي نجوز تاني يميزه في فريق يا جماعة بين جمعية اللواء اللوبيض جافة الامتحان سنة البعادة قال لي يتكلم عنها الاتحاد السوداني السنة البعادة قال لي يتكلم عن النشاط السياسي زي ما جان في التجريبي الناس نخبطوا فريق بين النشاط السياسي لسنة 424 وفريق بين جمعية اللواء الأبيض حاول ركس وأفهم كويس معاي في الحيطة دي اللواء الأبيض تتكلم عنها براها ما عندها علاقة بالنشاط السياسي لسنة كام 24 في فريق ده مذكرة براها جمعية اللواء الأبيض براها النشاط السياسي لسنة 24 براها جمعية الاتحاد السوداني براها طيب نختم الجزئية دي قال تكونت الوفد الذي حمر على الطلولاء لمصر اللي هو زكرناه قبل شوية أول إضراب لطلبة كلية غردون كان عام 131 بغضو مكة المنة مكة المنة مكة المنة أول إضراب لطلبة كلية غردون قال افتتحها خزان سينار وكبر النية الأزرق وميناء برسودان كبري النية الأزرق ركز معي دي من الأشياء دي ركز على أكتر في الجزئية دي خلاص نحن رفنا المعلومات دي يلا ركز معي في الحتة دي كبري النية الأزرق انشأ سنة 1107 كبري النية الأزرق لربط الخرطون بالخرطون بحري الفيرخة بتاع السكة حديدة يا جماعي لربط الخرطون بالخرطون بحري وألف وتزعمية وتزعة إنشاء ميناء برسودان إنشاء ميناء يهي؟ واللي ماذا تم إنشاء ميناء برسودان؟ لسبب بسيط لأن ميناء سواكل القديم وليس الجديد لا يستقبل السفنية الكبيرة يبقى البديل ليه ميناء برسودان الذي أنشأ سنة 1109 الذي أنشأ سنة كم 1109 يبقى ركز معي شوية ثاني 1229 اتفاقية مياه النيل هرجع لها ثاني 1202 كلية غردون 1224 كتينر الطبية أبوزمية واحد بريطاني معرضي نار اتفاقية على رفع العالمين البريطاني والمصري ويدفع مبلغ 500 جنيه أبوزمية وسبعة كبرى النيل الأزرق ألف وتزعة ميناء برسودان أما خزان سينار خزان سينار ذكرنا هنا حقيقين معي شوية بدأ العمل فيه سنة أبوزمية كم واربعتاشر ويكتمل سنة أبوزمية كم 25 يقدر اكتمال خزان سينار ألف وتزعمية وخمسة وعشرين يقول فيه فرج بين اكتمل وبدأ يالله هنا قال لك افتتح خزان سينار يبقى خزان سينار قلنا اكتمل سنة أبوزمية كم خمسة وعشرين بينما كبرى النيل الأزرق ألف وتزعمية وسبعة وألف وتزعمية وتزعة اللي هو إنشاء ميناشنو برسودان ركز وأفهم ويستوعب تاني الكلام اللي قلت دي تركز عليه وارجع للكتاب إن شاء الله بعد الفاصل حنواصل بعد الفاصل حنواصل وإن شاء الله نرجع تاني مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبناء الطلاب والطالبات لا زال نواصل تركيس الحكم السناي وبعد نهة الحكم السناي سنتناول جزء من الدولة العثمانية وحركات التحرر قبل الفاصل قلنا في السؤال الثالث وإن شاء الله الليلة حنواصل السؤال الرابع السؤال الرابع قال أذكر اسم الرئيس جمعته اللواء الأبيض والسكرتير طبعا أخذنا قبل شوية قلنا الرئيس على عبداللطيف والسكرتير عبيت حاجة لامين أذكر اتنين من مواد اتفاقية الحكم السناي قال اتنين لا حدد لي مواد سياسية ولا مواد إدارية منك يقول أولى التانية التالتة أذكر اتنين من مؤسلات يساعدت على نمو الحركة الوطنية السؤال الرابع عايز تركز عليه كويس أذكر اتنين من المؤثرات الداخلية التي يساعدت على نمو الحركة الوطنية في مؤسلات داخلية اتنين وخرجية أربعة نقول واحد السودان أهل السودان صغافيا وسياسيا اتنين النظام المركزي الذي غمته دولة المهدية في الغرن التاسع عشر واحد أهل السودان ده من نسبة لإيابة السؤال دي وضح تكوين المجلس الحاكم العام سنة أبزه مئة كم عشرة مقومة الحاكم العام والمفتش العام والسيكرتيرومياتهم الثلاثة ويختاروا اتنين إلى أربع عضاء في ترتهم أربع سنوات قابلة للتجديد وتتيم باقي الجزئية كيف ومتى كيف ومتى ركز معي كويس كيف ومتى عبر مؤتمر الخريجين عن وجهه السياسي نقول في مذكرة الخريجين سنة أبزه مئة تنين واربعين أسكر اتنين من مهام السكرتيري الإداري النغل والترقي مراغبة الأجانب اتنين من مهام السكرتيري الإداري النغل والترقي ومراغبة الأجانب وإصدار الرخص التجارية أسكر من أسباب ترحيب عبر رحمة المهدي ركز معي كويس بالمجهد التشريعي لشمال السودان ليه عبر رحمة المهدي رحب بالمجهد التشريعي قال خطوة خطوة أو بداية للحكمة الذاتية خطوة أو بداية للحكمة الذاتية أسكر اثنين من المناهج التي ادخلت في كلية غردون اللي هو جمع عندنا المساحة التعليم المعلمين كلها ادخلت في كلية غردون أسكر اثنين من أسماء الغبائل التي تتصدد في الاستعمار في جنوب السودان الزاندي النوير الدينكا دي الغبال التي تتصدد في الاستعمار وضح تكوين الجمعية التشريعية 1848 ذكرناك بيل 52 عشرة عدد 75 شرحناك بيل أسكر اثنين من الجمعيات الأدبية هنا عدد الخمس قلنا نادة الخرجين الأبروفين أبناء الموردة الجمعية الأدبية في مدني جمعية الأشقاء ركز انتخاش الامتحان تقول حافظ أقل شيء 200 مؤسسين أسكر اثنين من السلبيات وإيجابيات مشروع الجزيرة مهم جدا مشروع الجزيرة عنده سلبيات وعنده إيجابيات من الإيجابيات اللي هو تحسين الوضع المالي توافض رؤوس الأموال ودخل الحكومة أكثر من 40% أما السلبيات نسكن منها اثنين الاعتماد على محصول نقض واحد هو القطن وتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وأيضا احتكار لمشروع الجزيرة طيب ما هو موقف مؤتمر الخرجين من المجزء الاستشاري لشمال السودان ما هو موقف شنو؟ مؤتمر الخرجين قال زعماء الغبايل درائمهم رمزا للجهل والتخلف عشان كده عبر عن رأيه في المجزء الاستشاري الشمال السودان أذكر اثنين من مذكرة الخرجين سنة 142 وهي السودان حق طريق المصير فتح المناطق المغفولة حرية التجارة عدم تجديد عقد الشراكة في مشروع الجزيرة أذكر اثنين من اتفاقية الحكمة الذاتي طبعا دي مهمة جدا وحاول أرجع عليها لأنه الزمن ضيق شوية أذكر الاثنين من العامة التي ساعدت على تطور النشاط التجاري نقول أمن استغرار مواصلات أمن استغرار مواصلات ركز معي كويس أمن استغرار مواصلات ساعدت على نظام التجاري طيب ركز معي في الغايمة دي أبوز 120 الاتحاد السوداني جماعة الفجر حزب الغوميون جوم مفي سياسة الحكمة الغير مباشرة جلادستون رئيس وزراء بريطاني مؤتمر جوبا جيمس روبرت سون استورد حملة الانغاس توفيق صارح جبريل الاتحاد السوداني وينجد باشا أبوز 120 أبوز 1116 معركة أبو طليح موسى وتحيلو علي دينار هيدلستون جمعة الأشقاء إسماعيل لسهري حزب الأمة الأحزاب الاستغلالية ثاني أبوز 120 الاتحاد السوداني جماعة الفجر حزب الغوميون جون مفي سياسة الحكمة الغير مباشرة جلادستون رئيس وزراء بريطاني مؤتمر جوبا جيمس روبرت سون استورد حملة انغاس غردون توفيق صارح جبريل الاتحاد السوداني وينجد 1116 معركة أبوطوليح موسى وتحيلو علي دينار هيدلستون جمعة الأشقاء إسماعيل لسهري حزب الأمة الأحزاب الاستغلالية شبه المغارات الغصيرة تركز علىها والتحاشي الامتحان السياسة البريطانية زكرناك بيل دي المرحلة الأولى دور العمال والمزارعين في الحركة الوطنية دي سيمان منظمات الفاوية عمال طلاب مزارعين ذكرت لك منها اتنين جمعية الاتحاد السوداني جمعية الاتحاد السوداني 1920 جمعية الاتحاد السوداني اتنين نص اتفاقية الحكمة الزاكت عبد القادر وتحببه على دينار دي طبعا أكتر تكرارا في امتحان الشهاد السوداني نجي الجمعية الاتبية اللي هي من 25 ل 37 عندك موطة مرجبة اللي هو 1947 نمشي المغاومة في جنوب السودان مجلس الحاكم العام الحركة العسيوية دي مهمة جدا يا يعني الحركة العسيوية يا من النبي عيسى وده جماعة في المغاومة الدينية من واحد لثمانية حتسكب من رغم ثلاثة لحد سبعة مذكرة مؤتمر خريجين نيرا جافي مؤتمر خريجين وذكرتوا قبل اللي هي المرحلة الثالثة مؤتمر خريجين المرحلة الثالثة مقتل السيرلي استاك ونتائجه وسياسة استوار سايمس وتطوراتها الاقتصادية دي كشكل عام طيب المغاومة الطويلة مؤتمر خريجين سياسة بريطانية مكررة الجمعية التشريعية مكررة طيب ده ما يتعلق به الحكم السناي يبقى نمشي للجزء التاني وده هنمر على سريح شوية والطارب اللي عنده ورقة وقلم سيركز معي في الجزئية دي هنحن حسنا أخذنا جبال المهدية كامنا عنا بإيجاز والطارب يحاول بكرة الامتحان يقوم يعمل شنو يقرأ الشيء الدناو بيل أما أخذنا بالتفصيل اللي هي الحكم السناي نمشي للجزئية دي مهمة شوية وعايس سيركز عليها عندي الدولة العثمانية الدولة العثمانية جماعة مهمة عنده حاجة مهمة جدا في الدولة العثمانية أهم حاجة في الدولة العثمانية جماعة نركز في اتنين واحد تدهور الدولة العثمانية تدهور الدولة العثمانية اللي هو جماعة دي مغالة تكلم عن عوامل داخلية وعوامل شنو خارجية عوامل داخلية وعوامل شنو خارجية دي تدهور الدولة العثمانية ركز على العوامل الداخلية والعوامل الخارجية طيب اتنين عندي النظم النظم يمع دائما يتجي في شكل أسئلة موضعية النظم إذا كان النظام المركزي أو الحكم في الولايات أركز عليه كأسئلة غصيلة أو كمذكرات غصيلة وهم حاجة أركز على الجيش الجيش في الدولة العثمانية ورئيس الوزراء رئيس الوزراء دي الأكتر تكرار في محاشات سودانية الجيش ورئيس الوزراء ده ما يتعلق بين النظم نمسي للجزء الأهم اللي عندها الحركات الدعوة السنوثية أو الحركة السنوثية اثنين الحركة العرابية ثلاثة الدعوة الوهابية أربعة الكواكب والأفغاني لاحظة ركزت لك من فوق لتحد يعني أركز على الكواكب والأفغاني مهم جداً بالنسبة لي ليه؟ لأنه في الأفغاني إما جنيه أفغاني هقوله يتكلم عن الجامعة الإسلامية شوف الجامعة الإسلامية هكون في رأي الأفغاني براو كمغالة اللي هو الأفغاني مغالة براو كجزء من مغالة اللي هي الجامعة الإسلامية أول مغارنة بين الكواكبي وبين الأفغاني المغارنة بين الكواكبي وبين الأفغاني ركز على كويس الحركة العرابية أكثر حاجة فيها اللي هي أسباب الحركة العرابية وسهلة جداً الضرايبة البعضة معاناة الشعب المصري من ظلمة الخدوية التدخل الأجنبي اللي هي أربع خمسة أسباب ما في حاجة الدعوة الوهبية اللي هي في ثلاثة مراحل اللي هي الدولة السعودية الأولى بركز على مؤسس أول حاجة المؤسس بتاع الدولة السعودية الأولى منه من المرة واحد اللي هو عبا العزيز ابن سعود عبلاي ابن سعود ده مؤسس الدولة السعودية الأولى يبقى مؤسس الدولة السعودية الأولى مؤسس الدولة السعودية الثانية تركي تركي ابن عبد الله ده مؤسس الدولة السعودية الثانية مؤسس الدولة السعودية الثالثة اللي هو جماعة عبا العزيز ابن عبد الرحمن ابن سعود أي امتحان شي هذا رجعت ليه مثل ده الأسئلة دي مؤسس الدولة السعودية الأولى عبا العزيز ابن سعود ومؤسسة الدولة السعودية التانية تركي ابن عبد الله ومؤسسة الدولة السعودية التاتة عبد العيد مع عبد الرحمن ابن السعود يا جماعة العاصمة هنا جماعة عاصمة هنا وهنا هنا العاصمة الأولى العيينة وهنا العاصمة الرياض وهنا العاصمة الرياض يبقى في فريق العاصمة الأولى هي العيينة مؤسس عبد العيد بن سعود مؤسسة الدولة السعودية الأولى أما العاصمة الثانية هي الرياض سوري المعارش العاصمة هي الدرعية مؤسس الدولة هو عبد عيد بن سعود والعاصمة يسمى الدرعية عفواً العاصمة يسمى الدرعية والعاصمة الثانية تلتاة الرياض وأبا ابن سعود ده المؤسسة الأول وتركيبنا عبد الله ده المؤسسة الثانية والمؤسسة الثالثة عبد العديد مع أبا رحمن ابن سعود طيب ده ما يتعلق بالجزئية دي الجزئية الثانية في معاهدات عيس سخوشة الامتحان برضه سهلة جداً معاهدة لوزان معاهدة لوزان أبوزومية 23 ومعاهدة سيفرس أبوزومية وعشرين وإننا غرارات الجمعية الوطنية الجماعة الجمعية الوطنية دي جماعة إلغاء الخلافة في 3-3 اللي هي 3 مارس أبوزومية كم 24 11 بنت أسكر منهم 2 إغلاء أكبر مسجدين عيصوفيا محمد الفاتح مثلا نقول إلغاء اللغة العربية بدلا اللغة المسألة التركية دي جماعة معاهدة سيفرس معاهدة لوزان الجمعية الوطنية عندي حاي سيمة سؤال صغير الأعمال الأربع والتي هي التعهدات الأربع فيل بين التعهدات والأعمال الأربع وذنبنا قال فيه إلغاء الخلافة ظهور تركيا العلمانية السؤال مهم هنا شوية تأثرت المملكة العربية السعودية عام أبوز 132 تأثرت المملكة العربية عام أبوز 132 يبقى أن الدولة العثمانية أركز على التدهول داخلية وخارجية النظم الجيش ورئيس الوزراء وأركز على الأسئلة الموضعية في جزء دي السنوسي والكواد والأفغان لازم نكون حافظهم الثلاث خاشر الانتحان هنا العربية أضباب الحركة وهو حركة الوهبية عندك لوزان سيفرس الجمعية الوطنية الأعمال والتعهدات ياتا الأربع هذا ما يتعلق به اللي هو طبعا الدولة العثمانية نمشي الجزء الأخير مهم جدا لأنه باب طوي جدا اسمه حركات التحرور العربية وحركات التحرور العربية نركز أكتر في البداية على المغالات الغصيرة والمغالات الطويلة عندنا الأول حاجة مؤتمر سارريمو مؤتمر سارريمو مؤتمر سارريمو اللي هو يبقى مؤتمر سارريم وركز عليه كويس أربز ومية وعشرين عندك اتفاقية ساكس بيكو عندك تاني عندك وعد بلفور عندك حايم حايم وايزمان حايم وايزمان وعندك سيدور هرتزل أي امتحان بتاع شهد السودانية يا وعد بلفور يا حايم وايزمان يا هرتزل بالإضافة إلى الكتاب يعطي جماعة الأبيض الكتاب إيه؟ الأبيض اللي هو يتعلق بالكتاب الأبيض وعندك لجنة بل الملكية لجنة بل الملكية برضو طويل جدا وأركز في ميساق ألف وزمية وخمسة وخمسين اسمه ميساق حلف بغداد ميساق حلف إيه؟ بغداد تاني أول مغامر في المغرب كان السنة أبوزمية أربو وعشرين بغدى محمد عبد الكريم الخطاب من غبائش شنو درياغل وهزم أسبانيا وسنة أبوزمية وعشرين استسلم ونفوه إلى جزيرة رينون نركز على كويس اللي هي في المغرب شو المغرب دي فاحاكتين ميساق حلف بغداد أبوزمية وخمسة وخمسين وعندي مغامة المغرب عام أبوزمية أربو وعشرين ولحد ما تم الغبض على محمد عبد الكريم وخطاب ونفوه إلى جزيرة رينون في المحيطة الهندي نركز ثاني اللحزاب اللحزاب في المغرب لازم يجي سؤال في المغرب من حتة دي عندك حزب الأول معروف جدا حزب الاستغلال وكتلة العمل والحزب الوطني وحيئة دفاع المغرب دي مغالة بيقال لك حزب براو تبتعتبر مذكرة دي كلها في المغرب ميساحل في بغداد محمد عبد الكريم في المغرب اللحزاب الاستغلالية عندي اتفاقية أبس 136 ودي تخاشي الامتحان تكون حافظة بين بريطانا ومصر واتفاقية أبس 136 بين منا جمع بين فرنسا وسوريا ملق ببيناته دي اتفاق 36 بين بريطانا ومصر ودي بين فرنسا وسوريا طيب أهم حاجة في الحتة دي كبير ذكرتها إنه في غانون اسمه غانون التطهير ودي جمع أسلة أبس 136 في المغرب لا بد مرنك على الأسلة دي يا التطهير يا مساحل في بغداد أو محمد عبد الكريم أو الأحزاب الاستغلالية في المغرب المغامة في سوريا وليبنان بالنسبة لنا واضحة المغامة في مصر واضحة سيكيذ بيكم وعد بالفور مزيد من الإضاح حاولي أرجع للكتاب ورجع للحصة دي بتركيس ولو عندك أي استفسار في مركز بانايب شارع الوادي الصورة شارع الوادي الصورة مركز بانايب أي استفسار أو أي سؤال في الحتة دي مرحب بك في أي وقت وإن شاء الله مع ختام هذه الحلقة نشكر كل الأخوة والزملاء والمقرجين والموجودين خلف الكواليس نتمنى لهم التوفيق والتوفيق للطلاب الشهادة السودانية وبالله عليك لأركز وأفهم مستوعب التاريخ باعتبر ساهل ما فيه أي صعوبة وأبتح السؤال الأول غلبك أمشي السؤال الثاني أمشي السؤال الثالث وما تحاول لجماعة تركز على المغالات المغالات بجماعة درجة 40 درجة جماعة والأسئلة الموضوعية 60 درجة أول حاجة وأفهم مستوعب جيب 60 درجة وبعد ذلك أمشي للمغالات عشان تجيب الأربعين درجة الباقي لكن ما ممكن تجيب في المغالات العشرين درجة والزمن انتهي وإنت ما جاوبتها ولا اشتغلتها 60 درجة فبالتالي عليك الله حاول ما تخذت الزمن كله تقعد في المغالة وما حافظة وعارفة وما فاهمة وضع عليك كم 60 درجة الأسئلة الموضوعية كيف تنجحك بعد ذلك أنت ما در النجاح أنت عايز تتفوق التفوق دي بيجي كيف أضمن 60 درجة وأرجع للأسئلة الغصيرة اللي هي الأسئلة المغالات الغصيرة والمغالات الطويلة واركس وأفهم وستوعب وما تستعجل وما تكتب بقرام الرصاص وهم حاجة ما تخالف الغاعدة بتاعت الامتحانات وهم حاجة بالله واركز عليها على متى التصويب يا خطأ يا صواب كانت من نسبة للتاريخ ما تيجي تعمل لي نعم حتى لو نعم بدك لها غلط ولا تعمل لي لا ولا تعمل لي كده ولا تعمل لي كده دي كلها في امتحان الشهادة معروفة والأساسة ما قصروا في كل المدارس أدوا التنبيهات دي لكن الطلاب بسوا الحتة دي في برقبال اختبار الشهري واختبار امتحان الشهادة السودانية ركس ويستوعب وأفهم واشتغل يعني جزئية جزئية والمتأكد إن شاء الله تكون من التفوغين ويكون من الناجحين وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته